مع أخبار دولي أبطال الأوروبا عزز باير ميونيخ صدارته لمجموعة الأولى بفوزه الثالثة والذي جاء على حساب موضي في غالة الصرايا التركيبي ثلاثة هدف لواحد عشية اليوم في الجارة الثالثة من دور المجموعات الدولي الفرنسي كينغز لي كومان افتتح باب التسجيل مبكنا في الدقيقة الثامنة بعدها تمكن الأتراك من إدراك التعادل عبر الأرجنتيني مارو ريكاردي من ركلة جازاء لكن فريق البافاري نجح في التقدم مجددا بواسطة الإجليزية هاريكين في الدقيقة الثانية والسبعين ثم ضعف زميله جمال موسيال بهدف ثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين